ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله خلق الإنسان في أحسن تقويم أحمده سبحانه شرع لعباده الدين وهداهم الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب المقام الكريم والهدي الحكيم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي الحجى والتُقى والفضل العميم أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروا أنكم ملاقوه موقوفون بين يديه فالسعيد من أعدَّ لهذا الموقف عُدَّته وأخذ له أُخبَته متزوِّدًا بخير زاد سالِكًا إلى الله كلَّوات مُبتَغِيًا إليه الوسيلة بكل قولٍّ وعمل راجِيًا منه القبول والمغفِرة والجضوان أيها المسلمون امتِثالًا لقول الله تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوَ اللَّهَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الآية ولقد فُرِضَ صيامُ شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وكان الصيامُ في أول الأمر على وجه التخيير بينه وبين الإطعام عن كل يوم عن كل يومٍ مسكينا ثم صار على سبيل الحتم لكن الصائم كان إذا نام قبل أن يأكل عند فطره حرُم عليه الطعام والشراب إلى الليلة المقبلة ثم نُسِخَ ذلك واستقرَّت فرضيَّة الصيام على وجهه المعروف إلى يوم القيامة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر الصوم أنه ينهى عن تقدُّم رمضان بصيام يومٍ أو يومين إلا رجلًا كان له صومٌ فليصُمه كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدَّمَنَّ أحدُكم رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلا أن يكون رجلٌ كان يصومُ صومَه فليصُم ذلك اليوم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في استقبال يوم الصوم أنه يتسحَّر ويراقِب في السحور ويحُثُّ عليه ويُسمِّيه الغداء المُبارَك كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلمٌ رحمهما الله في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحَّروا فإن في السحور بركة وكان يندُبُ إلى تأخيره حتى كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم والأذان قدرُ خمسين آية متوسِّطة ليست طويلة ولا قصيرة كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابتٍ أنه قال رضي الله عنه أنه قال تسحَّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلتُ كم كان بين الأذان والسحور قال قدرُ خمسين آية وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الفطر من الصوم أنه يُعجِّلُ الفطر ويحُثُّ الناس على تعجيله ببيان فضيلة التعجيل وموافقته لسنَّته كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزالُ الناس بخيرٍ ما عجَّلُ الفطر وكان صلى الله عليه وسلم يُفطِرُ قبل أن يُصليَّ ويحُضُّ على الفطر على الرُّطَب ويحُضُّ على الفطر على الرُّطَب فإن لم يكن فعلى التمر فإن لم يكن فعلى الماء ويفعلُ ذلك كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو دود في سننه بإسنادٍ صحيح عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطِرُ على رُّطَبات قبل أن يُصلي فإن لم تكن رُّطَبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسواتٍ من ماء وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره ذَهَبَ الظَّمَاءُ ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إن شاء الله تعالى أخرجه أبو داود في سننه والنسائي في السنن الكبرى بإسنادٍ حسن من حديث بن عُمَر رضي الله عنهما وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدُّعاءُ عند فطره وكان يقول إن للصائم عند فطره دعوةً ما تُرد أخرجه ابن ماجة من حديث بن عبد الله من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثُ دعواتٍ لا تُرد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والضياء المقدسي في المختارة بإسنادٍ صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات كالصدقة والإحسان والصلاة والذكر وقراءة القرآن والقيام والاعتكاف وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن والجود بالخير ما رواه بن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه الشيخان في صحيحهما وفي هذه المدارسة القرآنية يا عباد الله دلالةٌ ظاهرة على الفضل العظيم لمدارسة القرآن في شهر القرآن وعلى استحباب الإكثار من التلاوة في هذا الشهر وأنها أفضل من سائر الأذكار وإلى توجيه الأنظار إلى ما بين المدارسة القرآنية والجود بالخير من وثيق صلى ذلك أن هذه المدارسة كما قال بعض أهل العلم تُجدِّد له العهد بمزيد غنى النفس تُجدِّد له العهد بمزيد غنى النفس وغنى النفس سبب الجود وأيضا فرمضان موسم الخيرات لأن نعم الله على عباده فيه زائدة زائدةٌ فيه على غيره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده فبمجموع ما ذُكر من الوقت وهو رمضان والمنزول به وهو القرآن والنازل وهو جبريل والمذاكرة حصل المزيد في الجود فكان صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح المرسلة التي هي دائمة الهبوب بالرحمة وهي إشارةٌ إلى عموم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم كما تعمُّ الريح المرسلة ما تهبُّ عليه ووقع في رواية أحمد في آخر هذا الحديث لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه وهي كنايةٌ عن كمال الجود ومنتهاه ومن هديه صلى الله عليه وسلم في مراعاة مقصود الصيام والتنبيه على حكمته أنه كان ينهَى الصائم عن اللغو والرفث والسباب ويأمرُه بالردِّ على الشاتِم بقوله إِنِّي صائِم أي بلسانِه في أظهر أقوال أهل العلم وذلك فيما راه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُّ وَلَا يَصْخَبُّ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي مْرُؤٌ صائِم وفيما أخرجه البخاريُّ رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه فاتقوا الله عباد الله وليكن لكم في هذا الهدي النبوي المحمدي أسوةٌ حسنة فإن خير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه نيل محبة الله ومغفرته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورٌ رحيم نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله لقد كان من هدي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في شأن المفطِّرات بيانه أن الصيام لا يُبطِله لا يُبطِله إلا الأكل والشُرب والجماع والقيء والحجامة ولم يصح عنه صلَّى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وكان صلَّى الله عليه وسلم يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان وكان صلَّى الله عليه وسلم يستاكو وهو صائم وكان صلَّى الله عليه وسلم يصُبُّ الماء على رأسه وهو صائم وكان صلواتُ الله وسلامه عليه يتمضمضُ ويستنشقُ وهو صائم لكن حذَّر من المُبالغة في الاستنشاق وكان عليه الصلاة والسلام يُدرِكُه الفجر وهو جُنُوبٌ من أهله فيغتسِل بعد طلوع الفجر ويصوم ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الرفق ورفع الحرج عن الصائمين أنه أسقط القضاء عن من أكل أو شريب ناسيا لأنه لا تكليف على الناس وذلك فيما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شريب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سافر في رمضان أن يصوم تارةً ويفطر تارةً ويُخيِّر أصحابه بين الحالين كان يصوم تارةً ويفطر تارةً ويُخيِّر أصحابه بين الحالين كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم لكنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالفطر إذا اقتربوا من عدوهم ليكون أقوى لهم على مناجزته كما وقع يوم فتح مكة حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبِّحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه ومن هديه صلى الله عليه وسلم في خروج شهر رمضان أنه إذا شهد شاهدان برؤية هلال شوال أفطر وأمر الناس بالفطر فاتقوا الله عباد الله والتجعلوا من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان خير عُدَّةٍ وأفضل زاد فإنه أكمل الهدي فإنه أكمل الهدي وأعظمه تحصيناً للمقصود وأعظمه تحصيلاً للمقصود وأسهله على النفوس واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم رسول الله فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وارضَ اللهم عن خلافائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنَّا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وحمِّ حوزة الدين ودمِّر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلِّح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح أئمَّتَنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق وليَّ أمرنا وهيِّ له بطانة الصالحة ووفِّقه لما تحبُّ وترضَى يا سميع الدُّعاء اللهم ووفِّقه ووليَّ عهدِه إلى ما فيه خيرُ الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاحُ العباد والبلاد يا من إليه المرجعُ يوم المعاد اللهم آتِ نفوسَنا تقواها وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموتَ راحةً لنا من كل شر اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات وتركَ المنكرات وحُبَّ المساكين وأن تغفِر لنا وترحمنا وإذا أردت بقومٍ فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أحسن عاقبتَنا في الأمور كلِّها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِك وتحوُّل عافيتِك وفُجاءَة نقمتِك وجميعِ صختِك يا رب العالمين اللهم زِدْنا ولا تنقُصْنا وأعطِنا ولا تحرِمْنا وأكرِمْنا ولا تُهِنَّا وآثِرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثِرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثِرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين اللهم تقبَّل من الصم اللهم عِنَّا على صيام رمضان وقيامه وتقبَّل مِنَّا إنك أنت السميع العليم اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا وبلِّغنا فيما يُرضِيك آماننا واختِم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اكفِنَا أعداءَكَ وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين اللهم إنا نجعَلُكَ في نُحُورِ أعدائِكَ وأعدائِنا ونعوذُ بك من شرورهم اللهم إنا نجعَلُكَ في نُحُورِهِم ونعوذُ بك من شرورهم اللهم قِنَا كَيْدَ الحاسِدين والحاقِدين بين الدوائر اللهم قِنَا كَيْدَ الحاسِدين والحاقِدين والكائدين والمتربِّصين بين الدوائر يا رب العالمين وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِلنا وترحمنا لنكونن من الخاسِرين ربنا آتِنا في الدنيا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وقِنَا عذابَ النَّار وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدِك ورسولِك نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين والحمدُ لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدَّر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُوِسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتْذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من غريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله